اطلاق المواقف الرسمية في وجه الانتهاكات التركية للسيادة العراق أمر تحسمه المواقف الرسمية في بغداد ودول عالمية وعلى رأس السطر يتسيد الموقف العراقي تجاه الانتهاكات التركية الإحاطة التي قدمتها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلسخارت بقلق كبير من التصايد بالمناطق الحدودية العراقية التركية بلسخارت قالت أن التصايد الأخير في المناطق الحدودية العراقية التركية يتطلب مواصلة حث البلدين على حل خلافاتهما عبر الحوار والتعاون مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية الموقف العراقي هذه المرة يوجب اتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون تكرار الانتهاك السيادي للبلاد ولكن حساسية توتر الأخير الذي شهد قصفا تركيا على مواقع اسكرية عراقية في مناطق الشمال بحجة قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني فإن أصداء الانتهاك وصل لفرنسا ما استدعى وزير جيوشها فلورانس بارلي إلى اللقاء برئيس الحكومة العراقية والتأكيد على الانتقال إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية معكدة دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطال توازن إقليمي معقد لذا فإن العراق اليوم أمام محوري مواجهة الإرهاب وإيقاف الانتهاكات التركية لحفظ السيادة وإعادة الهيبة بناء على مقاله الكاظمي بأن التعامل مع العراق على مبدأ الدولة مقابل دولة ترجمة نانسي قنقر